السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكو شباب وبنافة نوية عامة مع مسيو وليد مصطفى على قناة فرين شاوي في الفيديو ده هنحل أسئلة القواعد والمواقف اللي وردت على منصة حصص مصر الناس كتير طلبت مني أن أنا أدلهم الإجابة لأن الإجابات اللي كانت موجودة يقال أن كان فيها بعض الأخطاء وأنا صراحة ما شفتهاش بالتالي في الفيديو ده هنقدم الحل النموذجي والصحيح إن شاء الله لأسئلة القواعد وأسئلة المواقف اللي وردت على المنصة هنقدرات نحل المواقف مع بعض بطل في الكاراتي بيخسر كل الماتشات ما بيكسبش أبدا ما بيكسبش ولا أي ماتش ما فيش قدامي غير هو بيكسب تتلي كمبيتسيون كل المسابقات وكل المنافسات أنت تستقل أو تستفهم أو تستعلم عن سعر تذكرة المترو أنت هتقول إيه سعر التذكرة أنا هقول كم تعمل كم السؤال ده كم عدد الإخوات اللي عندك كم عدد التذاكر اللي أنت عايزها هنا كم عدد الفلوس اللي معاك إذن كل دول مرهمش علاقة بالسعر الوحيد اللي بيسأل عن السعر هو سافي كومبيا أنت بتتكلم عن نشاطاتك اليومية صباحا أنت هتقول إيه الصبح بعمل إيه أنا بتعش لأ طبعا أنا هنا بقول لك إيه صباحا أنا باخد غدائي برضو الغداء ده مش صباحا أنا بخرج الساعة تسعة بالليل برضو مالهاش علاقة مفيش غير الجملة الأخيرة إذا هو الاختيار ده أنت بتسأل صاحبك عن مادته المفضلة الدي هو هيرد يقول إيه هيرد يقول بحب الفواكه بفضل الكومترة بفضل الكيوي دي كلها فواكه هو هنا بيسألك عن المادة هنا أكيد المادة حاجة من اتنين يا المادة الخام يا المادة بتاعت المدرسة مفيش قدامي غير العشيمي وحب الكيمياء يبقى إذن هاختار دي صديقك بيسألك كيف تذهب إلى روما هو هيرد يقول هنا أخبرك قوي منه بيسألك بإيه كيف تسمى اسمك إيه طيب ونائس حاجة كيف يتم الزهب إلى روما ممكن نختار ده كيف يكون صديقك مفيش قدامي غير الاختيار ده تسأل أمك أين تضع السفرة تضع اللي هي أدوات المائدة لإطباء المعليق والشواك هي هتقول إيه أكيد هتقول لي على المائدة أو على الترابيزة مش على الدلاب ولا على المكتب ولا على طبعا أدوات المائدة مالهاش علاقة بكل ده إلا لتابل السفرة أو المائدة لكي تسأل عن الرأي في فستان أنت هتقول إيه أنت اللي بتسأل عن الرأي فإنت هتقول هقول لمن يكون هذا الفستان ما سعر هذا الفستان أين تذهب لكي تشتري هذا الفستان كل التلاتة قد ما ينفعوش الوحيد اللي هينفع هو كيف تجد هذا الفستان يارتي وكيف تشتري الكريوثات جمباري كيف تقول الأحجار طالما يأت محل السمك محل جواب السمك متوجر الم hoxe المحل اللي بيعي الأسماك بولونجية المخبز المخبز المحل الميزه الدخعة المكتب ومحل ذي محل الحلويات ويلجة وحد وكيف تسأل أن رأي موضع quicker وكيف تسأل صديقك وأدري مش هتيجي معي الى تدريب الهند او الى ماتش كرة الطائرة الدي هو هيرد عليك ويقول لك ايه خبلك ان السؤالك منفي ده مهمة جدا السؤال طالما منفي يبقى الاجابة عندك اختيار من اتنين يا اما سي يا اما نو لو قلت سي هتثبت الكلام اللي منفي لو قلت نو هتثبت الكلام منفي زي ما هو طب تعال نشوف سي بلا جادر لكيتاسيو ايوة ده نبعشة الفروسية مالهاش علاقة هنا بيقول له هوند ليه هوند بول يعني كرة الطائرة او كرة طائرة اليد وانا قلت قبل كده الطائرة برضو معلش في الفيديو التاني سي جادر لاناتاسيو بحب السباحة ماله برضو مالهاش علاقة سي جادر سو اسباك كولكتيف ايوة نبعشة هذه الرياضة الجماعية مظبوط هي الرياضة جماعية لان الفرقة بيكون فيها خمسة بيلعبو لا انا بكره الرياضات الفردية هي لا بكره طبعا دي كمان مش هتنفع لانه هنا بيتكلم عن الرياضات الفردية الاختيار الوحيد المنطق والطبيعي هو الاختيار ده انت بتسأل اختك كالاكسسواغ البورت ايه الاكسسواغ اللي هي بتلبسه بوغلا فات علشان الحفلة الدي هي هترد وتقول الاكسسواغ الفستان المنطق ده مش اكسسواغ سطارة صوف برضو ده مش اكسسواغ جيبة مقلمة مش اكسسواغ الاكسسواغ الوحيد هو كوليه كوليه اللي هو العقد اوناغ ذهبي عقد من الذهب انت عايز تشتري باكت دقيق اللي هي عبوة يعني كيس او لف دقيق انت هتقول ايه الديق هنجيبه منين من بوشغي محل الجزارة ولا بوشي عند الجزار ولا اي بيسغي محل البقالة ولا فخوماش غي محل الجبن طبعا هو اي بيسغي محل البقالة صاحبك بيسألك لزنجريديون دو فاتر صندويش ايه المكونايات اللي موجودة في بتاعك الدي هو هيقول ايه قبلك مكونات بتفطر ايه على الفطار او ماذا تتناول او تأكل على الفطار ما ينفعش ماذا يوجد في سندويشك هو ده الاختيار المزبور السؤال ده هنا بيقول متى تتناول عشاءك مالهاش علاقة ايه طبقك المفضل برضو مالوش علاقة فوزي مي لبيولوجي انت بتحب البيولوجي اللي هي اللي اسمها ايه الاحياء مادة الاحياء مي ولكن فوديت استيلاشيمي ولكنك بتكره الكيميا فوديت انت هتقول ايه اللي انت بتحبه هيكون اكثر سهولة يبقى البيولوجي هتكون اكثر سهولة تمام ركز او نقول الكيميا اكثر صعوبة يبقى يدي اكثر سهولة يدي اكثر صعوبة الكيميا اقل صعوبة لا الكيميا اكثر صعوبة من البيولوجي دي الجملة المزبوط الكيميا تكون اكثر صعوبة من الاحياء انت بتتصل بصاحبك بالتليفون وانت بتسأله اين تكون هو انت فين هو هيرد عليك ويقولك هيرد يقول انا في المكان الفلاني هيقول انا امام الجنينة ده اجابة منطقية بتكلم برتغالي لا انا فرنساوي لا انا نحيف بردو لا اذا اختيار الوحيد هو انا امام المتنزه تسأل صاحبك اين الارنب يعيش ايه اللي دي هو هيقول الارنب بيعيش فيه في الكلابيي كلابيي اللي وبيت الارنب طبعا نراجع بقى المزئية بتاعت اسم اسماء الحيوانات والانثى الحيوان وصغير الحيوان والمكان اللي بيعيش فيه الحيوان خلاص شغل حضيقة الحيوان ده تراجعوه صاحبك عايز يشتري دي لسي لسي يعني روباط الجزمة طبعا هي كلمة جمعة انت هتقول له ايه هقول له روح محل الالعاب ولا روح محل ملابس ولا روح عند الفكهاني ولا روح محل الاحزية خلما روباط الجزمة هيبط هي روح محل الاحزية انت عايز في ساعة محددة انت هتقول ايه المنبه على الترابيزة انا سوف اضبط المنبه سوف اضبط المنبه المنبه موجود على المكتب هو يكون في الموعد انت بتختار جيبة المقاس يكون صغير هتقول ايه للبيع طب الجيبة مقاسها صغير انت هتقول له ايه هقول له ده كبير جدا كل دول ما ينفعوش لانه قل عليها ان هي صغيرة ازا هقول له يعني ضيق ازا هي الجيبة ديقة طيب هتقول لي الجيبة مؤنس ليه جبنا سغي ما في عاشي بتاعة التأنيس هقول لك عشان يجاي قابليها السي سي بيجي بعدها الصفة دايما في المفرد المذاكر انت عايز تشتري زيت انت هتقول ايه طالما زيت هنا محل الجزارة هنا محل الحلواني السوبر ماركت الخباس الزيت يبقى من السوبر ماركت بتتكلم عن شعورك المشاعر والاحاسيس عندما تروا حوش متوحش وديت انت هتقول ايه التعبير عن الشاف وحش هتحس بايه جو في سوبر بيا انا في حالة رائعة جدا جو سوي تري زره انا اكون سعيد للغاية جو سوي تري كونتون انا سعيد للغاية كل دول ما ينفعوش غير جي تري پير اشعر بخوف كبير او خوف شديد ووزيت شالو مدسا انت تكون عند الطبيب الودي هو هيقول لك الدكتور هيقول لك ايه ما هي مواعيد الزيارة انت عنده بالفعل هيقول لك انا عندي وجع فراسي وانت مش عارف يعني الدكتور هيقول لك انا اتنغم صدع وانت اخبارك ايه سمي دي كاما في كمبيا الدواء داب كام ما سعر هذا الدواء كالي فوتر بقبلان ما هي مشكلتك هو السؤال دا الوحيد المنطقي الدكتور هيسأل المرض ويقول له مشكلتك ايه يعني مما الشكوى حاسس بايه انت تساعد امك في المنزل انت بتقول ايه اكيب بتعمل اي حاجة من الاعمال المنزلية اللي خدناها في تانية سنوة بعمل واجبي بتتفرج على التليفزيون الاخيرة دي بذاكر الاحياء بغسل الاواني والاطباق هو دا الاختيار الصحيح صديقك يوضح لك نشاط المدير الفني او المدرب بلاش مدير فني مدرب الفيق يعني هيقول ايه على المدرب هيقول عليه بيراقب اللاعبين اثناء المباراة بيدير المباريات اللي بيدير المباراة هو الحكم هو اللي بيبدأها وبينهيها ويوقفها وكده يدرب اللاعبين هو دا المدرب شغلته نواة بيدرب اللاعب وبيحط خطة اللاعب لكن اللي بيراقب الماتش دا ممكن يكون الجماهير كده هو يتدرب بور لشامبيونة من اجل البطولة مش هو اللي بيدرب لا هو بيدرب اللاعبين لكن اللاعبين نفسهم هما اللي بيدربوا انت بتوصف بنت عمك مفرد مؤنس انت هتقول عليها ايه هي تكون غوس يعني صاحباء لون البشرة مائل للون الاحمر اذا دا الوصف المناسب للبنت مفرد مؤنس الباقيين دولات ملهمش علاقة بكده نحن خلصنا الفيديو شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة